بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الدرس التاسع من شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث أسأل الله تعالى أن يعيننا على حفظه وفهمه وإتمامه وصلنا في الدرس السابق إلى القسم الثاني والعشرون وهو المقلوب وقلنا المقلوب ينقسم إلى قسمين قال المؤلف رحمه الله في البيت الثاني والعشرون إبدال راو ما براو قسمه وقلب إسناد لمتن قسمه فأول قسم هو إبدال راو ما براو يعني إبدال الراوي فقوله ما ما نكر واصفة يعني أنك تقدر ما بأي يعني أي راوي ما يأتي أيضا بيعني نكرة موصوفة أيضا نكرة واصفة ونكرة موصوفة نكرة واصفة في هذا البيت الذي ذكره المؤلف أما نكرة موصوفة مثل قوله تعالى إن الله نعم ما يعيذكم فالقسم الأول من أقسام المقلوب هو إبدال راوي مثلا الحديث حدثني يعقوب عن يوسف يعقوب هو التلميث ويوسف هو الشيخ فيبدل يعقوب بيوسف فيقول حدثني يوسف عن يعقوب يبدل يوسف بيعقوب التلميث بالشيخ صار التلميث مكان الشيخ والشيخ مكان التلميث هذا النوع من الإبدال ليس له غرض يحصل مثلا بسبب الكبر الشيخوخة كيف نعرفه؟ نعرفه مثلا بالمقارنة مع الرواية في شبابه أو جاء الحديث من طريق آخر أوثق على خلاف ما عليه فمثال لو روى الحديث الصحيح رجلان واحد منهم أوثق من الثاني أحدهم أوثق والثاني أقل ضبطا مثلا فالذي هو ليس بواثق يروي الحديث بطريق آخر يقلب السند يعني مثلا يبدل التلميث بالشيخ فعند المقارنة بالحديث مع الحديث الذي يرويه الأوثق فيتبين الحديث فيه قلب الإسناد مثال آخر مثلا رواه الحديث في شبابه على وجه ثم رواه الحديث في شيخوخته على وجه آخر وقلب الإسناد أيضا من الطرق أيضا يمكن معرفة الحديث المقلوب بمعرفة عصر التلميث والشيخ بمعرفة عصر التلميث والشيخ ممكن أن يتميز الحديث الإسناد المقلوب المقلوب من قسم الحديث الضعيف لأنه يدل على عدم ضبط الراوي هذا القسم الأول يبداله راوي براوي القسم الثاني قال وقلب إسناد لمتن يعني يركب سند حديث على متن حديث آخر يسمى هذا النوع قلب إسناد متن الغالب يقع هذا النوع للاختبار فمثال مثلا رجل رواه حديثا عن زيد عن عمر عن خالد هذا السنة عن زيد عن عمر عن خالد ورواه حديث آخر عن بكر عن سعد عن حاتم مثلا فالسند الأول عن زيد عن عمر عن خالد يركبه على متن الحديث الثاني الذي سنده عن بكر عن سعد عن حاتم فيجعل إسناد الحديث الأول على المتن الثاني وإسناد الحديث الثاني على المتن الأول وهذا غالبا ما يقع للاختبار مثل ما صنع أهل بغداد لما قدم عليهم الإمام البخاري رحمه الله لما جاء إلى بغداد فقالوا أهل بغداد يعني أرادوا أن يختبروه فجاءوا له بمئة حديث فجمعوا له عشرة أشخاص من الحفاظ الأقوية فجلسوا معه فقرأوا عليه الأحاديث كلها مقلوبة السند على المتن الحاديث مقلوبة بالسند فقلبوا يعني السند بالمتن متن بالسند فبدأوا يقرؤون عليه كلما يقرؤون عليه حديث الإمام البخاري رحمه الله يقول لا أعلم لا أعرفه فبدأ الناس يشكون في حفظه فحتى لما انتهوا لما انتهوا بدأ يعيد الأحاديث المئة يعيد الأحاديث عليهم ويرجع السند إلى المتن الصحيح كل متن إلى السند الصحيح فحينها علموا أنه آية من آيات الله وأقر به وأذعن له هذا النوع غالما ما يقع عليه كاختبار يختبرون الشخص الحافظ أيضا يحصل بعض الأحيان يكون بسبب الغش أو التدليس لكن بطريق آخر فيتم تركيب سند الحديث الصحيح على الحديث الضعيف قال الشيخ العثيمين هناك نوع آخر وهو قلب المتن قلب المتن قلب المتن يعتني به الفقهاء لأنهم يعني ينظرون إلى الدلالة فقلب المتن يعتني به الفقهاء لأنه يتغير به الحكم أما المغلوب قلب إسناد المتن الذي أخذناه والذي ذكره والمؤلف في المنظومة هذا النوع يحتم به ويعتني به المحدثون لأنه يهمهم صحة الحديث الحديث ضعيف أو صحيح فالنوع الآخر الذي ذكره الشيخ العثيمي رحمه الله هو قلب المتن فيحصل قلب المتن يعني من بعض الرواة فتنقلب عليهم المتن فيرون الحديث على غير وجهه مثال حديث أبي هرير رضي الله تعالى عنه سبعة يظلهم الله في ظله ومنهم رجل تصدق بيمينه فأخفاها عن شماله حتى لا يعلم شمال ما أنفقا يمينه فبعض الرواة قلبوا الشمال بيمينه قلبوا الشمال بيمينه فقالوا حتى لا يعلم يمينه بشماله مثال آخر ثبت في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يبقى في النار فضل عن من دخلها فينشئ الله أقواما يدخلهم النار هذا الحديث ينافي كمال عدل الله عز وجل الصوار يبقى في الجنة يعني فيه قلب في المتن يبقى في الجنة وليس يبقى في النار ينافي كمال عدالة الله الله عز وجل ما يمينشأ أقوام للنار والصواب هو يبقى في الجنة أيضا هذا الحديث ينافي الحديث الصحيح الذي يقول لا يزال يلقى في النار وهي تقول هل من مزيد حتى يضع الله تعالى عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط مثال آخر مثال آخر حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته وليضع يديه قبل ركبته قال الشيخ العثيمين وليضع يديه قبل ركبته هذا المقطع هذا فيه قلب هذا المقلوب الصواب وليضع ركبته قبل يديه لأنه هذا يناسب أول الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير لو شاهدنا البعير كيف يجلس فيضع أول شيء يديه على الأرض يعني المقدمة تنزل أول شيء فالإنسان ما يتشابه في البعير في أثماء السجود وإن ظن بعض العلماء أنهم قالوا أن الحديث ليس فيه قلب لأن البعير ركبته في يديه هذا الكلام صحيح أن الرقبة البعير في يديه ولكن قال الشيخ العثيمين الحديث ما قال على ما يبرك الحديث قال كما يبرك الحديث قال إذا سجد أحدكم فلا يبركوا كما يبرك الحديث فالكاف اللغة العربية يفيد للتشبيه فالموضوع ما تتشابه بالبعير في السجود فالوضع الطبيعي للسجود هو أول شيء أن ينزل أن ينزل الإنسان في الصلاة على قدميه الركبة الأول على قدميه ثم اليد ثم الجبهة ثم الأنف هذا هو الصلاة ثم قال المؤلف رحمه الله في البيت الثالث والعشرون والفرد ما قيته بثقة أو جمع أو قصر على رواية الفرد ما قيته بثقة أو جمع أو قصر على رواية ثلاث أقسام هذا القسم هو الثالث والعشرون من أقسام الحديث وهو الفرد الفرد ينقسم إلى ثلاث أقسام ما قيد بثقة وما قيد بالجمع وما قيد برواية الفرد معناه ما رواه شخص واحد انفرد بالحديث راوي واحد والفرد في الغالب هو من أنواع الضعيف بعضها يعني تلقى القبول بالصحيح خاصة بعد القرون الثلاثة لأنه الشيخ الواحد عنده ستمائة راوي فإذا انفرد راوي واحد منهم فهذا يثير الشك والحديث للفرد في عهد الصحابة أقل من الفرد في عهد التابعين وفي عهد التابعين أقل من عهد التابع التابعين فأول نوع هو ما قيد بثقة يرويه ثقة لم يرويه غيره ولكن لا يخالف غيره يرويه ثقة ما يرويه غيره ولا يخالف غيره مثل الحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما العماله بالنيات فهذا انفرد به ثقة عن ثقة في ثلاث طبقات رواه فلان عن فلان عن فلان فهذا الحديث فردا وأيضا غريبا هذا النوع الأول ما قيد بثقة النوع الثاني ما قيد بالجمع الجمع يعني أهل بلد أهل قبيلة أهل القرية مثلا فتفرد فلان شخص واحد برواية حديث عن أهل البلد عن أهل الشام مثلا فهذا الفرد ليس فردا مطلقا هو فردا نسبيا نسبة إلى أهل البلد فمثلا في البلد مثلا موجود ألف محدث فإذا روى شخص واحد شخص واحد حديثا تفرد به عنهم فيقال تفرد فلان عن أهل شام مثلا ما قيد بجمع أيضا له معنى آخر يعني تفرد أهل البلد عن فلان عن هذا الشخص في رواية الحديث يعني فيقال تفرد أهل الشام عن فلان النوع الثالث ما قيد برواية يعني لم يروي هذا الحديث بهذا المعنى إلا فلان الحديث له طرق عديدة ومشهرة لكن بهذا المعنى ما يرويه ما يرويه إلا هذا الشخص فلان هذا هو النوع الثالث ما قيد برواية فالفرد ينقسم إلى ثلاث أقسام ما قيد بثقة وهو ما يرويه الثقة لم يرويه غيره بهذا يعني لم يرويه غيره ولم يخالف غيره أيضا مثل حديث عمر مخطاب رضي الله تعالى عنه حديث إنما الأعمال بالنيات النوع الثاني ما قيد بجمع الجمع قلناه يعني أهل بلد الثالث ما قيد برواية يعني لم يرويه بهذا المعنى إلا هذا الشخص وطرقه كثيرة والحديث مشهور لكن بهذا المعنى ما يرويه إلا هذا الشخص ما قيد بثقة ما قيد بالجمع ما قيد برواية فالمؤلف رحمه الله قسم الفرد إلى هذه الأقسام كي يبين أن الفرد قد يكون نسبيا وقد يكون مطلقا فإذا تفرد عن أهل بلد معين شخص واحد يقال هذا يعني الفرد النسبي فتفرد عن أهل بلد هذا البلد مثلا بلد شام وكذلك قال الشيخ العثيمين الفرد النسبي بالنسبة للشيخ هو الحديث الذي إذا انفرد فلان عن هذا الشيخ انفرد فلان عن هذا الشيخ أيضا يسمى الفرد النسبي والفرد النسبي غرابته يعني نسبية أما الفرد المطلق فغرابته مطلقة فلذلك الفرد النسبي أقرب للصحيح أقرب للصحة لأن غرابته نسبة لهذا البلد فقط أما إلى غيرهم ربما يكون مشهورا أو حديثا يعني مثل حديث عزيز أو مشهور أو يعني جاءت بطرق عديدة فالحديث الذي القسم الذي يليه هو المعلول وهو القسم الرابع والعشرين نأخذ بإذن الله تعالى في الدرس القادم وننهي درس اليوم بهذا القدر أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما يعلمنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله تعالى علم وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة